شرك الألفاظ قول ما شاء الله وشئت ما رأيك أن نذهب إلى المكتبة يوم الجمعة القادمة؟ إن شاء الله سأخبر أبي أولاً حسناً ولكني ظننت أنك ستقول مثل ما قال صديقنا وغضبنا منه وماذا قال صديقكما لتغضب منه؟ لقد قال ما شاء الله وشاء أبي أستغفر الله العظيم قول ما شاء الله وشئت قول محرم نعم فأنا أعلم أنه من الشرك الأصغر بالتأكيد والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال جعلت لله ندى ما شاء الله وحده كما قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذا صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل لذلك ورد النهي عن هذا القول لأن فيه مساواة غير الله بالله تعالى أحسنت يا عمر فالحكمة من النهي عن قول ما شاء الله وشئت أن فيه مساواة غير الله بالله في اللفظ وهو من الشرك الأصغر معنى ذلك أنه يؤدي إلى المساواة في التعظيم والعبادة وهو من الشرك الأكبر بالتأكيد كما أن هذا القول فيه سوء أدب مع الله تعالى كان بإمكان صديقنا أن يقول ما شاء الله ثم شاء أبي نعم فيشرع أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان والدليل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان ويمكن أيضا أن نقول ما شاء الله وحده حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد قولوا ما شاء الله وحده أستنتج من ذلك أن حرف العطف الواو فيه مساواة بين الخالق والمخلوق هذا صحيح لأن الواو للجمع ولا تدل على الترتيب أو التعقيب أما حرف العطف ثم فهو يجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل أصبت حيث قال الله تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا جزاك الله خيراً يا أبي على هذه المعلومات القيمة وجزاك مثله يا بني وعليكما أن توضح هذا الأمر لصديقكما حتى ينتهي عن قوله إن شاء الله سنخبر صديقنا بهذه المعلومات بارك الله فيك يا عمر ولكن قبل ذلك عليك تلخيص ما تعلمته اليوم خلاصة ما تعلمناه اليوم شرك الألفاظ قول ما شاء الله وشئد حكمه محرم وهو من الشرك الأصغر الحكمة من النهي عن قول ما شاء الله وشئد هذا القول فيه سوء أدب مع الله تعالى فيه مساواة غير الله بالله في اللفظ العبارة المشروعة بدلاً عنها ما شاء الله وحده ما شاء الله ثم شاء فلان الفرق بين الواوي وثم في المعنى العطف بالواوي فيه مساواة بين الخالق والمخلوق العطف بثم يجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل اشتركوا في القناة